أكد معالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني أن النمو الاقتصادي عملية مستمرة تتطلب تعزيزة تنافسية عبر تطوير السياسات والتشريعات الدائمة للانفتاح والنمو والمبادرات المبتكرة التي تحفز نمو القطاعات المختلفة وأشار معاليه لأن مبادرة مستقبل الاستثمار تعكس الدور الريادي للمملكة العربية السعودية الشقيقة في تعزيز الدور التنموي للمنطقة وتنفسيتها بما يعزز من مكانتها كعامل استقرار للمنطقة والعالم بما يسهم في جذب الاستثمارات للمنطقة ويزيد من وطيرة التنوع الاقتصادي ويسهم في تحقيق أهدافها المنشودة جاء ذلك لدى مشاركة معاليه ضمن الوفد رفيع المستوى برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله في أعمال منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار بنسختها الخامسة وأشار معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني خلال مشاركته في الجلسة النقاشية العامة إلى عدد من الموضوعات من بينها التعافي الاقتصادي لما بعد جائحة كورونا وتعزيز الاستقرار المالي في مملكة البحرين والتحديات والفرص في الاقتصاد الخليجي والفرص الاستثمارية خلال السنوات الخمس المقبلة وأوضح معاليه أن كل ما تم اتخاذه في البحرين من قرارات وإجراءات خلال الجائحة هدفها الأول الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين موضحا أنه خلال مراحل الجائحة تم التركيز أولا على الحد من الآثار الصحية للجائحة وفي مرحلة ثانية سعت المملكة لدعم الاقتصاد الوطني والقطاع الخاص والحفاظ على مسار النمو الاقتصادي وأتطرق معاليه لهمية مواصلة العمل المشترك لإنجاح الخطط والمبادرات النوعية لمواصلة رفض الاقتصاد وتحقيق التعافي الاقتصادي المنشود وضمان استقرار سوق العمل لافتا معاليه لأن التحول المهم القادم سيكون في كيفية إنتاج وتوزيع واستخدامات الطاقة مشيرا إلى أن هناك مؤشرات تدفع للتفاؤل بتحقيق معدلات نمو عالية في القطاعات التكنولوجيا والتكنولوجيا المالية والرعاية الصحية والخدمات اللوجستية وأكد معالي الوزير على أهمية دعم قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مستعرضا تجربة مملكة البحرين في التكنولوجيا المالية والاقتصاد الرقمي والمعرفي وساماتها في تحفيز القطاعات الأخرى